والآن مع جولة مراسل الغد من عمان دام الكردي ومن بيت الأحم رائد الشريف ومن عجمان عبدالله الزعبي أبدأ معك داما من عمان يعني ماذا لديك من تفاصيل حول تخفيف الإجراءات سينار نحن في وزارة الصناعة وتجارة ودائرة مراقبة الشركات الثامنة والنصف صباحا كانت موعد عودة موظفي القطاع العام والمؤسسات والوزارات الحكومية بعد توقف وتعطل عن العمل دام حوالي شهرين اليوم بدأ المواطنون بالعودة إلى إجراء أوراقهم الرسمية إلى المراجعات التي توقفت خلال هذين الشهرين لم يكن هناك من المؤسسات والوزارات التي تعمل إلا التي تتطلب طبيعة عملها إدامة الحياة بالنسبة للمواطن الأردني في ظل الإجراءات المشددة التي تخذتها الحكومة وهي إجراءات استباقية مع الإعلان عن أولى حالات فيروس كورونا بدأت الحكومة الأردنية فعلا بتخفيف من الإجراءات الاحترازية عودة للقطاع العام ولكن ضمن الدليل الإرشادي الذي أصدرته الحكومة الأردنية ولجنة الأوبئة والذي يتضمن عودة جميع الموظفين ما عدا الأمهات الحاضنات والمرضعات والحوامل بالإضافة إلى كل الموظفين الذين لديهم سجل مرضي ومن أصيبوا بفايروس كورونا تم استثناءهم من العودة للعمل والاختلاط مع المواطنين ضمن التأكيد على ضرورة متابعة عملهم من المنازل وحصولهم على رواتبهم كاملة دون نقصان أما فيما يتعلق بمواطنين المراجعين كان هناك تجديد في الإجراءات الاحترازية وهي ضرورة ارتداء الكمامة والقفازات ومراعاة التباعد الجسدي خلال إجراء مراجعاتهم الرسمية كان هناك أيضا تأكيد على وضع الحواجز ما بين الموظفين والمراجعين لضمان عدم انتقال الفيروس اليوم لجنة الأوبئة كانت تتوقع عودة لتسجيل إصابات في ظل عودة المؤسسات إلى العمل عودة الموظفين وأيضا المراجعين إلى المؤسسات الحكومية شهرين من التعطل كانت كفيلة للتباعد وبالتالي السيطرة على الفيروس ولكن اليوم هناك توقعات ببعض الإصابات أو عودة بعض الإصابات الأردن والحكومة الأردنية تتخذ إجراءات مشددة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية ومراعاة إجراءات السلامة العامة فيما أيضا تخفف من الإجراءات فيما يتعلق بالإغلاق لضمان التخفيف من التداعيات على الاقتصاد الأردني بعد هذا التوقف سينار اشتركوا في القناة